السلام عليكم طلاب الصف الخامس الآن أعزائي بدنا نكمل بقية درسنا اللي هو مين يذكرني بالدرس اللي أخدناه اللي هو في الاتحادي قوة أخدنا نص الاستماع والتحدث طبعا كتبتم أكيد عن موضوع التحدث الآن بدنا نكمل درسنا سنقرأ النص اللي أمامنا طبعا زي ما إحنا شايفين بالصورة شو شايفين أسد وأمامه ثيران ثلاثة هاي ثيران ثور أسود وثور أبيض وثور الأحمر نقرأ النص يا خامس ورح أشرح لكم النص الآن القصة كثير ممتعة استمع إلى النص عاشت ثلاثة ثيران أبيض وأحمر وأسود أبيض وأحمر وأسود في مرج واسع المرج يعني اللي هو المرعة اللي فيه الغنم مرعة واسع فيه عشب سمى مرج في مرج واسع ترعى وتأكل بأمان بأمان إذا كانت هاي ثيران بتعيش في هذا المرعة وتأكل بأمان وكان يجاورهما في المرعة أسد كان جنبهم أسد يطمع بها لكنه لم يكن قادرا على ذلك ما كان قادر يأكل الثيران الثلاثة ليش؟ إذا خشية أن تجتمع عليه فتفتك به حتى ما يجتمع الثلاثة لما الثلاثة يجتمعه واحد لحاله إذا اجتمعت الثلاثة عليه في هاي الحالة هم من اللي راح يموتهم مش هوا اللي راح يموتهم خشية يعني خوف إذا خوفا أن تجتمع عليه فتفتك به تفتك به يعني تفترسه تأكله ولأن الأسد لا يمكنه النيل منها ما بيستطيع النيل يعني الوصول ليستطيع الوصول منها إلا منفردة ما بيقدر يوصلها إذا كان واحد لحاله إلا منفردة قرر أن يعمل الحيلة حيلة يعني خدعة لينال مبتغاء حتى يوصل لمبتغاء ويفترسهم وفي أحد الأيام وجد الثورين الأسود والأحمر منفردين في المرعة يوم الأيام شاف الثور الأسود والأحمر مع بعض في المرعة فاقترب الأسد من الثور الأسود وهمس له ناصحا همس يعني حكى في إذنه حكاله ناصحا بأن رفيقك الأبيض يجلب النظر حكاله إيش يعمل حيلة الآن حكاله اسمع أن ثور الأبيض رح يعمل حيلة رح يجلب النظر إلنا وأنه متى جاء صياد إلى المكان يعني الأبيض يعني ملفت للنظر إذا جاء صياد رح يشوف مكاننا يعرفنا وينه يكتلنا أنه متى جاء صياد إلى المكان فلن يلبث أن يهتدي إليكم بسبب لونه كما أن خيرات المرعة تناقصت مؤخرا حكاله كمان أن خيرات المرعة يعني العشب تناقص بسبب هذا الثور الأبيض فلو خلصتكما منه لكفتك عفوا فلو خلصتكما منه لكفتك خيراته أنت وأخاك الأحمر حكالوا خليني أخلصكم من الثور الأبيض شوف الخدعة كيف حتى إيش الضل أنت والثور الأسود تنعم بهذا المرعة تأكل وتشرب منه وهكذا لم يزل به حتى حتى أثرت فيه كلماته فوافق إذن قدر على هاي حيلته قدر يضحك على الثور الأسود وعندها فتك الأسد بالثور الأبيض في هاي الحالة شو عمل فتك بالثور الأبيض أكله سمحولوا هذول الاثنين الأسود والأحمر أنه يهكلوا حتى يتخلصوا منه أقبل الأسد مرة أخرى ناصحا للثور الأسود راح للثور الأسود مرة تانية ينصحوا هسا بجيك دعمين على الثور الأحمر ومذكرا إياه بأن المرعة لواحد خير من اثنين هكالوا المرعة لما يكون لواحد إليك إنت لحالك أحسن ما يكون لتنين شوف الخدعة كيف الآن بدي يخلي إيش يقبل أنه يأكل الثور الأحمر ويترك المرعة للأسود وآخر شي يتخلص من الأسود هو طيب إذا حكينا أقبل الأسد ناصحا للثور الأسود ومذكرا إياه بأن المرعة لواحد خير منه الاثنين حتى تمكن من النيل من الثور الأحمر رضي الآن الأسود وخلا يأكل الثور الأحمر أكله ثم عاد الأسد بعد أيام وفي عينيه نظرة فهمها الثور الأسود جيدة أجاله إيش مفترس بده يأكله ماذا الغير هو فأدرك يعني عرف أنه لاحقا بصاحبه يعرف أنه ماذا خلص ماذا هو لحاله فصاح شن الصيحة أو الصرخة اللي حكاها فقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض أنا أكلت خلص من يوم من أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض هاي معنى هذه العبارة إذن هاي بتدل على إذن درسنا هيك بيدل على الوحدة والتعاون لو ظلوا متعاونين الثلاثة مع بعض ما قدر الأسد يفترسهم لكن ضحك على الثور الأسود وأكل الأبيض بعدين ضحك عليه وأكل الثور الأحمر آخر شي ما ظل غير هو فأكله طبعا هذا المصدر مأخود من أمثال العرب أمثال العرب بعد ما فهمنا النص يا خامس الآن نأتي إلى المعجم والدلالة معنى مرج حكينا مرعة واسع فيه عشب كثير طيب معنى الحيلة المكر والخداع يفتك به أي يفترسه مبتغاه مراده وطلبه أخذنا كمان معاني أخرى في الدرس كانت في النص اللي هو حكينا المرج أخذنا كذلك من يذكرني النيل معناها الوصول لا يمكنه النيل أي الوصول الحيلة حكينا لهذه الخدعة موجودة عندك مبتغاه يعني طلبه كذلك مبتغاه طلبه أن يهتدي أن يصل إليكما أن يهتدي أن يصل إليكما طيب هاي بالنسبة للمعاني الآن الآن نأتي إلى اثنين في المعجم والدلالة استخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمات الآتي ضد حكينا معناها عكس مجتمعة شو عكس مجتمعة موجودة عندك في النص الآن قرأناها عكسها كانت متفرقة اللي هي وين خلينا نطلعها من النص أفضل أو منفردة منفردة إذن مجتمعة عكسها منفردة عفوا منفردة رفض عكسها وافقة موجودة عندك في النص إذن رفض عكسها وافقة أنا طلعتها من النص يظل عكسها يحتدي يظل عكسها يحتدي الآن هيها عندكم يحتدي أدبرة عكسها أقبلة أدبرة عكسها أقبلة طيب إذن أدبرة طبعا عكسها أقبلة طبعا طلعناها من وين من النص مش من عندي الآن عندك سؤال ثلاث هات من النص الكلمة لتوافق معنا ما تحته خط بدنا معنى هاي الكلمة من النص توافق معناها نفس المعنى بس كلمة أخرى لم يكن الأسد قادرة على أن يفتك بها خوفا من اجتماعها عليه شو معنى خوفا من النص كانت مكتوبة مكتوبة كلمة إذا بتتذكروا كلمة خشية خشية موجودة هايها خشية معناها خوف إذن خشية خوف إذن أكتب هون معنى خوفا خشية همسة عندك با قال له بصوت منخفض ناصحا الصوت المنخفض يعني إيش همسة هايها كانت هون عند الحيلة لما كان بجي يعمل وهمسة مع الثور الأسود هايها همسة له إذن صوت منخفض يعني همسة له جيم خيرات المرعة قلت شو يعني قلت قلت يعني نقصت يعني هون معناها موجود عندك في النص لما حكا له أن خيرات المرعة قلت تناقصت موجودة كلمة تناقصت في النص هايها تناقصت إذن هذه هي الآن يا خامس تقلب معي الصفحة على الفهم والاستيعاب نأتي للفهم والاستيعاب كيف كانت حياته الثيران الثلاثة في المرش كيف كانت في المرش يعني في المرعة ترعى وتأكل بأمان ترعى وتأكل بأمان طيب اثنين لماذا لم يفتك الأسد بتلك الثيران جميعها معا ليش ما قدر يفتك فيها يعني يقتلها يفترسها إذن خشية أن تشتمع عليه فتفتك به خشية أن تشتمع عليه فتفتك به ثلاثة ما الطريقة التي اتبعها الأسد للقضاء على الثيران شو عمل الحيلة الحيلة أربعة صف موقف الثور الأسود من الأسد حين تخلصت من أو تخلص من أخويه الأبيض والأحمر شو كان موقفه هيا هون إذن موقفه أدرك أنه لاحق بصاحبيه فصاح أكلت يوم ويوم ثور أبيض في آخر النص كان الجواب إذن أدرك أنه لاحق بصاحبيه فصاح أكلت يوم أكلت ثور الأبيض خمسة فيما يضرب المثل أكلت يوم أكلت ثور الأبيض هذا مثل في أش يضرب ه يضرب في حالة الضعف نقدر نحكي أنه في الفرقة ضعف ستة استخلص السبب الذي أدى إلى كل نتيجة فيما يأتي شو السبب قرر الأسد يعني لماذا علل شو السبب وأذكر السبب قرر الأسد أن يعمل الحيلة على الثيران ليش حتى يتمكن من القضاء عليها حتى يتمكن من القضاء عليها با صاح الثور الأسود قائلا أكلت يوم أكل الثور الأبيض ليش صاح الثور الأسود بهذا المثل أدرك أنه لاحق بصاحبه إذن لأنه أدرك أنه لاحق بصاحبه سبعة هل يمكن أن تحدث مثل هذه القصة في حياتنا هات مثال على ذلك نعم ممكنها تحدث مثالنا طبعا أوضح مثالي هو حال الأمة العربية الآن حال الأمة العربية الآن تمانية ماذا نتعلم من هذه القصة زي ما حكي تلك أنه في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف اقترح عنوان آخر للناس أنت تقدر هذا السؤال ما ترك إلك تقدر تعطيني عنوان آخر ترجمة نانسي قنقر